ابتسمته المميزة وخفت دمه وطرقه المبتكرة في الطبخ خلته واحد من نجوم المطبخ في العالم كله فالشيف التركي بوراك أسديمير بيتابع فيديوهاته المختلفة ملايين المشاهدين في المنطقة العربية وعشان كده اتصدر تريندات كل منصات السوشيال ميديا بعد أزمته الأخيرة مع والده اللي اتهموا فيها بخيانته والاحتيال عليه اسمه محمد بوراك أسديمير اتولت في مارس سنة 1994 في قرية قريبة جدا من مدينة أنطاكيا التركية ووقع على الحدود السورية جده من أصل فلسطيني ومنه تعلم يتكلم عربي مكسر بدأ حياته المهنية بدري بدري والمفاجأة انه ما بدأش شغل في الطبخ فهو عنده 14 سنة تاجر في الملابس واشتغل بعد كده في السياحة طب الطبخ جيه ازاي؟ هقولك دلوقتي جد وجدت بوراك كان عندهم مطعم صغير وأبو كان بيشتغل معهم فيه يعني الطبخ في العيلة دي وراسة ولما قرر بوراك يقطح من نفس المجال طور نفسه بالعلم فدرس طبخ لسنتين وكمان درس محاسبة سنتين وفتح أول مطعم مع والده في منطقة أكسراي باستنبول وقدروا يحققوا نجاح كبير بأكلتهم المميزة والمبتكرة وفترة قليلة قدر بوراك يمتلك سلسلة مطاعم باسم CZN بوراك أبرزهم مطعم المدينة في شارع تقسيم واللي بيعد مزار سياحي أساسي لكل مشاهير العالم بوراك إدر كمان يبتكر وسيلة دعائية مميزة وهي كتابة اسم الزبون على العيش اللي بيتم تقديمه ضمن المقبلات وده اللي ميزه وخلى صوره مع المشاهير تنتشر بشكل كبير على السوشيال ميديا ده غير الفيديوهات اللي بيصورها وهو بيطبخ أكلاته من ابتكاره سواء في مكوناتها أو طرق تقدمها وفيديوهاته عملت له شهرة عربية واسعة ومن هنا حرس على تطوير لغته العربية ده غير أنه بيتكلم إنجليزي بجانب لغته التركية وإدر يكون شبقة علاقات قوية بمشاهير العالم العربي في مختلف المجالات أكتر طبق بيحب بوراك هو الكنافة وصنية اللحمة بالرز أما الشيف المفضل عنده فهو والدته وحب الناس بالنسبة له هو رأس ماله فدايما بيقول لما بيدخل مطعمي طفله بيقولي بحبك يا بوراك بكون أسعد الناس الفلوس مش بتهمني فحب الناس بيغنيني عن كل مال الدنيا ومن المواقف اللي أظهرت حبه للعرب لما قضى يوم كامل في بيت النجمة اللبنانية نانسي عجرم وكمان الفنانة يارا أما الموقف اللي عمل ضجة كبيرة في الوطن العربي كله فلما ظهر في مقطع فيديو من مطعمه في اسطنبول مع نجمة أرب أيدي للجزائرية منال حدلي بيعرض عليها الجواز والغريب إن الفنانة من الصدمة ما قدرتش ترد وفضلت تتحك وبعد انتشار إشاعات عن ارتبطها بالشيف التركي طلعت وضحت إن المواقف كله كان هزار وترحيب حار من بوراك لزيارتها مطعمه وفي الوقت اللي كان بيستعد بوراك لفتتاح فرع جديد لمطعمه في مول تجاري باسطنبول فاجئ متابعيه بفيديوهات ظهر فيها بحالة يرسالها شبهه منهار وفاقد لوزنه وعلامات الحزن كسيا وشه على غير العادة وأعلن إنه تعرض لعملية احتيال كبيرة من والده اللي خانوا ببيع حقوق استغلال اسمه لرجل أعمال أجنبي بدون علمه بوراك تفاجئ بإن الرجل الأجنبي ده بدأ يفتح مطاعم بنفس اسمه صورة العلامة التجارية للشيف بوراك ومن هنا اكتشف الكارسة وشدد الشيف التركي إنه حاليا ما بقاش يمتلك ولا مطعم باسمه معدى المطعم الجديد اللي المفترض يفتحه في سبتمبر المقبل بالتزامن مع النظر في أولى جلسات القضية اللي رفعها على والده واتهموا فيها بالنصب والاحتيال عليه صحف محلية تركية أكدت إن بوراك اضطر يبيع سيارته الفارهة عشان يوفر سيولة مالية يكمل بيها تشتباط مطعمه الجديد والمفاجأة إن فتيل أزمة الشيف وولده ما تشددش بين يوم وليلة فخلافهم بدأ مع إسرار بوراك على تقديم مساعدات قدر المستطاع للمتضررين من الهزة الأرضية اللي ضربت مدن كتير في سوريا وتركيا في فبراير 2023 وخاصة لمحافظة هتاي اللي نشأ فيها وهناك كانت بداية مسرته في عالم الطبخ من خلال مطعم جده وجدته إلا إن والده اعترض على موقف بوراك لدرجة إنه قطع علاقته بيه وبعد ما تفقامت أزمتهم ووصلت للقضاء أكد بوراك انفصاله تماما عن والده وقال لا تصق بمن سرق اسمي وسرتي وسأواصل مسرتي في عالم الطهي بمفردي